نشوف تقرير أنتون إيميل وعزيز داود حول الحفل ونرجع مع حضرتكم أنا أتذكر أحد الأقوال لأحد الآباء حينما قال أعطني أطفال العالم أجعل العالم كله مسيحيا الطفل هو صغير يكون عجينة لبنة طيبة نستطيع أن نشكلها كما نشاء واللي بتزرعه في ابنك أو في بنتك واللي بنزرعه في عيالنا بيفضل معاهم طول العمر فالتعليم في الصغر كان نقش على الحجر الأكاديمية متعودة كل الصيف بنعمل سامر سكول كان سيدنا نيفت أمب أرمية صاحب الفكرة وعملناها الأكتر من سنة السنة السنة دي كانت السنة التالتة بناخد الولاد خلال فترة الأجازة عشان تكون أجازة مسمرة ليهم يقدروا ينموا فيها مواهبهم ويقدموا فقرات يعني تشغلهم في وقت الصيف ويكون أجازة نفعة الأولاد السنة الحقيقة أبهروننا زي كل سنة قدموا فقرات كتير قوي كل حاجة اتعلموها يمكن أخدوا طقس عقيدة كتاب مقدس السامر سكول السنة دي كان بعنوان أبطال وتعلمنا كتير عن إزاي أبطال كنيستنا قدروا أنهم يحموا الإيمان الأرثوذوكسي السنين وإزاي دادرنا إحنا كمان وإحنا صغيرين نحافظ على الإيمان ده ونورسه للأجيال الجاية نحن في السامر سكول دايما بننتهز الفرصة إن إحنا نعلمهم إشارات حياتية إزاي يقدر يتعامل مع الشخص الأصم لو شافه في الأوتوبيس لو شافه في الشارع لو شافه في المدرسة علشان يؤمن إنه الشخص الأصم زيه وزيه هما الاتنين زي بعض بس ده ليه لغة هي لغة الإشارة والولد اللي بيسمع ليه لغة اللي هي لغة التكلم فكرة السامر سكول دي فكرة جميلة جدا وكانت حاجة يعني متميزة واستغلت وقت الأولاد في الصيف بدل ما يعودوا قدام التلفزيونات والموبايلات زي ما إحنا عارفين دلوقتي فكان حاجة جميلة جدا كمان كان في تنوحها يعني كان أنشطة وحاجات فنية ومسرح سنة دي السامر خدنا فيه حاجات جميلة خدنا فيه إنجليش وخدنا فيه عربي وخدنا فيه مثلا ساينس إن إحنا نعمل تجارب تعلمت على الحين حاجة كتير رسم إزاي أبقى كويسة مع أصحابي أتعلم كويس أفكر قبل ما أتكلم وقدمت النهاردة مصرح وسول في إنجليش أنا كنت مبسوطة جدا طبعا النهاردة واتعلمت أن أنا ألقي شاعر وأنا مكنت شعرفة أن أنا ممكن أعمل كده وتعلمت الرسم حاجات جديدة في الرسم أنا تعلمت من سامر سكول أن أنا أنمي مهاراتي وأن أنا أتعلم مع أصحابي عشان تطلع التعنيم المصرحية بشكل حين ترجمة نانسي قنقر